يعود الجدل بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق من عدمه إلى واجهة الأحداث السياسية لا سيما بعد لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بوزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان وحديث الحلبوسي عن حاجة العراق للقوات الأمريكية تحت ذريعة تدريب القوات الحكومية وتقديم الدعم اللوجستي ليعبر تصريح الحلبوسي عن انقسام سياسي وتضارب في التصريحات بين معسكر إيران السياسي المطالب بتشريع قانون يلزم القوات الأجنبية بالانسحاب من الأراضي العراقية ومعسكر واشنطن الداعي لبقاء القوات الأمريكية كجزء من الاتفاقية الأمنية بين أمريكا والعراق ولعل سفارة الأمريكية في بغداد قد أزاحت مؤخرا بعضا من الضبابية بشأن مسلسل التنقضات الحكومية وقالت إن الحكومة في بغداد بمعية قيادات في القوات الحكومية أبلغت وفدا أمريكيا من لجنة القوات المسلحة في الكونغرس خلال زيارته إلى بغداد مؤخرا بضرورة بقاء قوات واشنطن في العراق ضمن التحالف الدولي إلا أن الجديد في مسلسل صراع وكلاء واشنطن وإيران في العراق هو ما تحدثت عنه مصادر الصحفية اللبنانية بالقول إن برلمانيين قبلوا هدايا مادية من الولايات المتحدة خلال زيارة مايك بومبيو الأخيرة إلى بغداد مقابل الوقوف في وجه تشريع نيابي لإخراج القوات الأجنبية من العراق استمرار الانقسام بين شركاء العملية السياسية بشأن بقاء القوات الأمريكية المحتلة في العراق من عدمه يصفه مراقبون بأنه حتمي في ظل استمرار الصراع على النفوذ بين طرفي اللعبة واشنطن وطهران وإن كان صراعا شكليا ترجمة نانسي قنقر